اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من التكنولوجيا والافكار النهاردة معانا حاجة جميلة جدا هتعجب ناس كتير وهي فلاشة بس الفلاشة فيها اربع مميزات هتفرق مع ناس كتير في الاستخدام ونبتدي مع بعض الفيديو واقول لكم اربع اختلفات مش هتلاقوها في اي فلاشة تانية وهتساعدكم في استخدام الفلاش ميموري بكل سهولة وبكل يسر وتقدروا تستفيدوا من الاربع مميزات دي هتساعدكم كتير في نقل معلوماتكم وتبادل المعلومات بين الاجهزة وحفظ المعلومات في مكان امن ونبتدي حلقتنا النهاردة مع الفلاشة الجميلة ونقول نمرة واحد هي ان انت تقدر اي جهاز عندك تقدر تستخدم تستخدم الفلاشة دي مع اي جهاز بتقنية البلوتوس يا حاجة كويسة جدا يعني اقدر استخدم اي جهاز في بلوتوس مع الفلاشة دي ونقل معلوماتي من التليفون للفلاشة او من الفلاشة للتليفون حاجة كويسة جدا الفلاشة دي نمرة اتنين فيها الميموري بتاعتها متغيرة يعني انت تقدر تزود الميموري او تقلل الميموري ودي حاجة في ايدك ازاي بقى الموضوع دا كله؟ الفلاشة دي مختلفة شوية اولا هي فيها زي سلايدر كده بيغطي الفلاشة نفسها وهنا عندنا الباور بتاع الفلاشة بنحط الباور اون معنى كده ان الفلاشة اون اوكي هنوصلها ازاي؟ بنوصل الفلاشة دي عن طريق الواي فاي بمعنى ان الفلاشة دي هي والديفايس او الجهازة اللي انت بتستخدم مع الفلاشة بتكونوا شبكة مع بعض يعني مجرد ان انت بتعمل باور اون للفلاشة الفلاشة دي بتظهر من خلال الواي فاي بتعمل كوننكت بين التليفون والفلاشة ومن هنا بنقدر ننقل المعلومات بين الفلاشة والديفايس او الجهاز اللي انت بتقدر تستخدمه وبتعمل باسورد للشبكة اللي بين الفلاشة والتليفون وطبعا هنا عندنا الفلاشة دي كارت الميموري هنا تقدر تغيره فيها كارت ميموري يعني تحط ممكن تستخدم اي مساحة الكارت العادية اهو تشغل الكارت فيها مجرد انت عايز تغير الكارت تحط الكارت تاني تكبر الكارت المساحة تقدر طبعا تستخدمها على كذا جهاز في نفس الوقت طبعا دي ميزة كمان التطبيق بتاعها النمر اربعة بقى اهم ميزة ان التطبيق بتاعها سهل الاستخدام جدا جدا طبعا بعد لما بتنقل اي معلومة سواء من الكمبيوتر للفلاشة او من الكمبيوتر او من التليفون للفلاشة او من الايباد للفلاشة تقدر تفتح المعلومات دي سواء من التليفون او من الايباد او من الكمبيوتر اهم حاجة في الموضوع كله ان الجهاز نفسه يبقى فيه تقنية البلوتوس طبعا مفيش جهاز دلوقتي ما بقاش فيه تقنية البلوتوس فاحب اقدم لكم الفلاشة اللي بقالي تقريبا بستخدمها حوالي سنة ونص او سنتين تقريبا هي سان ديسك وهسيب لكم الموديل بتاعها في الوصف ومنين تقدروا تشتروها طبعا انا بشكركم اول ان انتم بتتفرجوا دلوقتي على الفيديو ويا ريت تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب عشان دايما اقدم لكم كل ما هو جديد كل ما هو حديث في عالم التقنية والتكنولوجيا واشكركم واشوفكم في فيديو جديد في التكنولوجيا والافكار باي باي